دعا مجلس القضاء الأعلى المرشحين للانتخابات المقبلة إلى توخي الدقة والمسؤولية أثناء الحملة الدعائية التنافسية وعدم استخدام العبارات التي تشكل جريمة يعاقب عليها القانون وذكر المركز العلامي للمجلس في بيان أن مجلس القضاء يدعو المرشحين والمرشحات إلى توخي الدقة خلال الحملة الدعائية وعدم استخدام العبارات التي تشكل جريمة يعاقب عليها القانون بإلقاء التهم المبنية على الكلام المجرد والتهجم على المتنافسين بإسلوب التسقيط السياسي خارج إطار القانون كونها تعرضهم للمسائلة القانونية ولا يبرر لمرتكبيها العذر بكونها جزءا من الحملة الدعائية وأضح البيان أيضا أن الحملة يجب أن تكون ضمن حدود التنافس السياسي بإطار قانوني سليم